كذلك قال مدبولي أنه عقد أولى اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد موضحاً أيضاً أن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة أضف مدبولي أن أولويات المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة هي تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات في إدارة الملف الاقتصادي الحقيقة أنا كنت حريص هذا الأسبوع أن نجتمع مع المجموعتين الوزاريتين تم تعيين اتنين لنواب رئيس الوزراء بشأنهم مجموعة الوزرية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزرية للتنمية البشرية وحطينا مستهدفات واضحة لعمل المجموعات والمجموعات دي ستبقى تجتمع بصورة أسبوعية وأنا سأجتمع معاهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر عشان أتابع معاهم خطوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات وزي ما قلت لحضراتكم أساس عمل هذه المجموعات هو التنصيق العرضي ما بين الوزارات وتتاخد القرارات بصورة فورية علشان نحل أي مشاكل تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة